السلام عليكم بنات كديري اللي بس عليكم بخير كنتمنى تكونوا بخيروا على خير ادنا انشارك معكم اليوم ان شاء الله واحد القلاس اللي كيجي هائل لديد بزاف الابنات مكونات وبسطة كيف كتشوفوا الابنات كناخدو الحليب ديال حليب غير محلة يعني ما فيش سكر بدون سكر وغادي ناخدو سبعات المعالق ديال عصير الليمون الحامض غير عاصر دياله سبعة ديال المعالق سبعة ديال السكر سنيدة وغادي ناخدو شوية ديال كاكاو او شوية ديال نيسكوي انا هنا اخدمت بكاو بيلة البنات يعني غادي نقسموه في الاخر على الجوج النص غادي نخليه بيض والنص غادي ندير معه الكاكاو كان بدو هنا كنطربو ذاك الحليب بعد مما بردناه مزيان في الكونجيلاتورك يكون بارد ماشي جامد غيوة كان نضعوه واحد ساعة قبل ما نبدوه قبل ما نبدو نخدمو به كان وضعوه في تلاجة مدى ديالساعة وكان بدو نطلعوه هكذا بالباتور كان بقاو نضيفو معلقة من من سكر ومعلقة من الحامض الحاصر ديال الحامض كيجي لديد هاد القراسة لبنات قراس ديال الطفولة كانوا كيديروه لنا العائلة ديالنا في الصيف كل الصيف كنا نجمعوه كيجي هائل وكيبرد على العطشة لبنات وكيبرد على القلب بنينا البنات واعر كانت بنا تجربوه ان شاء الله وهنا بعد ما نطربو هاد المكونات رحنا كنضيفو واحد اليوغورت فاني الدور ديال هاداك اليوغورت اللبنات كيخلينا القاوام كريمي كيجي داك القلاس يعني منيك تتعضو فيه كتحسو ب يعني بدك القاوام هكذا ديال لقلاس نيت لحقو طريقو ماشي غير رغوة بحلي كتاكلو رغوة وصافي كيف ماشته هنا قسمت كيجي داك الخالط على الجوج النص غدين خليها هكذا كبيض ونص غدين دير معها الكاكاو درس هنا يا كاوبيل للبنات علبة ديالكاوبيل كاملة ديالكاوبيل كيما قلت لكم الابنات داك ساشي ديالكاوبيل صغيرة هي اللي عملت ديروا ربعات المعالق إلا ما كانش عندكم معيني بالعبار ديروا ربعات ديال المعالق صافي هنا كان خلط مزيان هاداك الكاوبيل حتى ينسى جملية مع القلاس مزيان هكذا بسباتول ملء احسن عادة باش تطربوه مزيان بالباتور وكنتبين ان شاء الله تجربو هادلي قلاس هاد يعجبكم بزاف وليداتكم مدق جديد ومختلف على اللي قلاس اللي مول في كان نطيبوهم بكريم شونتي غدي يعجبكم اهكيد البنات صافي هنا بعد اما طربت الجلاس ديالي مزيان هادين نفرغوا هادو كلي مول لقدامي هادينفرغوا هادو كلي مول لبنات خديتهم مع المول 5 دراهم كي هزور باردد الالي قلاس وكيكونوا هاي صغيرين كيف ما غتشوفو هادو ببدو نعمروهم هاكدا زوين المنظر ديالهم يجبون الوليدات لكي يأكلون الزنقاء على قطر يقول البنات سوف نعمر هذه المكونات لا يوجد محسن من حاجة ضار البنات لا يوجد محسن من حاجة ضار البنات لا يوجد محسن من حاجة ضار مع هذا البنات لا يصلح إلا هذا الزنق سوف تبردوا به على الجوف لا رأيها رائع سوف نعمر هذه المكونات ثم سوف ندرها في طويلة طويلة سوف تضعها في المجمد سوف تبقى 24 ساعة ليلة كاملة سوف تجد نتيجة زوينة 100% تجد محلات الكبرى لبنين ورائع سوف تجربوها و دعوا في كومنتر كيف أشجاكم و سوف تجربو الوصفات لديها لا يوجد تسمعها و تشوفها و سوف تجربوها سوف تجربوها و ترضعوا في كومنتر سوف نضربوه مع تطح العامل لتفكير تبقى محسن منك يعمر لتبقى فيه الخوف او لا ما تفقاش فيه النفس صافي كيف مشتو الباقي اللي غادي بقالية غادي ندروها هكذا في واحد ليمول ذي الزاج ونعملت للمول ذي الزاج ما ترتقو ليه ما تشي حاجة يعني هاد ليمول هادو ركيت تباعه في مرجان في كارفور في المحلات ما ترتقوش ليه درتهم ليلة كاملة والحمد لله ما ترتقوه ما يوقع ليه ما تشي حاجة كان عمر نص هكذا بالفاني والنص بالشوكولة وندخلوهم المجمد كانت من البنات دخلوا لي اللي لايك ديالكم وإلا وقيتوا بأن المحتوى ديالي يعني كي يستحق الدعم وتشجيع ما تبخلوش علينا البنات وشكرا لكم بزاف صافي اللي غلاس ديالنا ها هو موجدو غادي ندخلوهم دابا المجمد إن شاء الله ليلة كاملة ومطلقوه هنا البنات فبعد ما دازت 24 ساعة يعني لغد ليه كان ناخد واحد البول هكذا كندير فيه شوية لما يكون هدافي ماشي سخون هدافي وغادي نحط فيها هادوك اللي غلاس باش يسهل عليا نحيدهم هكذا من المول دغية دغية غادي تحطوهم وكتهزوهم في البلاسة باش ما يدوبش البنات وكيجي على هاد الشكل هادا بغيتوا تغطصوه في الشوكولة يمكن لكم تغطصوه بغيتوا تخليو هكذا راه هو أصلا ديالشوكولة تيجي من أرواع ما يكون البنات هادلي كنتمنى تجربوه وتخليو ليه في ليكومونتر كيف اشجاكم وصحا والراحة رتيبرد البنات على الجوف الله رائع وصلنا لنهاية الفيديو وكنتمنى يعجبكم هاد الفيديو هادا ومدق ديالوره روعة بقيل دابا نقول لكم روعة لانه فعلا يستحق التجريبة شوفكم في فيديو قديم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته